اشتركوا في القناة 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 ضع دور ذهب يولد سيدة خرج من منزله وصل الى السيدة صعد السل دخل المنزل ارتاح قليلا ولد السيدة او ولد السيدة وقال انه سيعود وسيمر وسيأتي مرة اخرى فرحل نزل السلم وفي الطريق سيارة سيارة صدمته سقط مات فرحل يذهب يذهب يولد سيدة خرج من منزله وصل الى السيدة يصل صعد السلم صعد دخل المنزل يدخل ارتاح قليلا يبقى ويرتاح ولد السيدة وقال انه سيعود يعود ويمر ويأتي مرة اخرى فرحل يرحل نزل السلم ينزل وفي الطريق سيارة صدمته سقط يسقط ومات في الصفحة الوراها يولد ويموت الأفعال تقوم بسيارة أمام الامة المشتقات الفعل يدخل من أفعال 14 ودفع المشتق منه. يعني نفس حروف الفعل وزيادة وهيبقى نفس اسم المفعول. هنشرحوا دلوقتي اسم المفعول. بصير دوبصير. فينير دي فينير دي فينير برضو يأخذون مساعد أكثر. طب ايه حكاية اسم المفعول دي؟ من أفعال التنتهي بيقر نحذف الار فقط. زي سورتير سورتي فينير فيني. الشواز. دول بقى لحفظ. ناخد الشواز الاول وبعد كنشرح الزمن كل مرة واحدة. افعال افرير. كوفرير. دي كوفرير. افرير. سوفرير. افرير يعني يفتح. كوفرير يغطي. دي كوفرير يكتشف. افرير يعرض. سوفرير يعاني. كتب لك قعدة. نحذف 3 و نضيف ORT. يبقى. افرير أوفير. انطق انجليز. انطق فرنساوي. المهم ان انت تنتقه لي. افرير أوفيرت. يبقى كوفرير حيبق كوفيرت. شلنا اخر ثلاث حروف و حطينا البال. انطق معي. افرير أوفير. كوفرير كوفيرت. دي كوفرير دي كوفيرت. افرير أوفيرت. سوفرير سوفرد. نحذف 5 و نضيف ES. بروندر يأخذ أو يركب. بروندر يأتعلم. بروندر يأتعلم. بروندر يأتعلم. بروندر يأتعلم. بروندر يوعد. بروندر يسمح. بروندر يقبل. بروندر يأتعلم. بروندر يأتعلم. اعمل التحويل وانطق الكلمات نحذف خمسة ونضيف او نحذف خمسة ونضيف او نحذف خمسة ونضيف او ينتظر يسمع 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 يقدر يخسر يضرب او يهزم يسمع 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 ترجمة يسمع 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 الروف يجب الروف يستطيع الروف يمتر الروف يجب الروف يستقبل ويتسلم الروف يعتقد كل دول كل واحد تحويق ليرلو بواربو بوارفو صفوارسو دوار دو في أكسون سركم فلكسيك بووار بو بلووار بلو فالوار فالو رسوار رسو كووار قو أما الغيين أتر يكون بووار يملك نتري يولد مرير يموت فيفري عيش أترحي بايت أبوار قو نتري ني مرير موت فيفري فيسو نكمل الصفحة اللي باتت ونرجحتان هنا في الصفحة بقيل هنا ري سويفر سويفي ارجع بعد الصفحة لفترة عشان فيها سطورة عايزين نكتب فيها الشرح طيب لو أنا قبت في أي جملة من دول قلتها كيبدأ بكلمة عيير أمس هتمشي على الجمل ازاي قال لك بكلمة دالة زائد فاعل زائد تصريف يا أم أتر يا أم أفوار وراه اسم المفهول اللي نحن نستخدمه وراه تبعية معاتر لو جات لك مثلا ابدأ الجملة الأولى بيقول لك هي بغل تتكلم وقال لك نفس الجملة قال لك هي مارش أو هي ريتورنيت عود جاب لك نفس المثال وقال لك الل هو بو يشرب أو ليه يقرأ عن ليفر كتاب جاب لك نفس الجملة وقال لك الل بتاعت الجامعة يشربون لو جاب لك مثلا جو ميكوش إن جاب لك مثلا أل مونتي لو جاب لك مثلا أل انتري مثلا أو واجي لو جاب لك الل هاي فعل اكري كتبت عالي ده شرح بسيط للمبصيكم بزي وحنحلها ليه طبعا هنفهم اكتر في الحل هي تتكلم عايزة بكلمة دلا انتقل لحط كلمة اير امس اهو فاصلة هي عاد الفاعل لازم ارجع الفعل الاصله بغلية اهو بغلية اتكلم مجموعة اول طيب عايزة جيب يا اما اتر يا اما افوار احنا قلنا القصة بتاعت الدكتور هل الدكتور تكلم كلمة تتكلم مش موجودة في القصة يببى مش من الافعال الاربعتاشر يببى في الحالة دي تاخد افوار يببى الافعال القصة بتاعت الدكتور رحنا شحناها قدام هي لتاخد اتر مش موجودة تاخد افوار بغلية بخدنا افوار مع الال ستببى حرط في القابس اذا احنا خلصنا من تصريف عطر افوار فضل لإسم المفعول الفعل بنتيب وقر بحث في الال وحط على او اكسو اسم المفعول جبنة فضل تبعية افوار لا تأخذ تبعية الجملة اللي بعدها حبدأ بغير امس هي عدل فاعل رجع الفعل للاصل وقال لك ريتور نيعود اهو يعود من الفعل الال 14 افتاج الكسة الدكتور عادة وقال انه سيعود وسيمر وسيأتي مرة اخرى يبقى يعود من الفعل ال 14 يبقى في الحال دي احط تصريف اتر مش تصريف افوار يبقى اتر بالعربي بعدها اجيب اسم المفعول بحز في ال R وحط على ال واكسون اهو فعل مجموع ادي كده اسم المفعول فضلة تبعية دي مفرد مؤنس مع فعل اتر تاخد تبعية او كده الجملة خلصت اخش على حاجة صعبة شوية ادي امس هو ورجع ليل اصل وقال لك اسم لير يقرأ الدكتور كرأ لا ما كرأ تبتاخد اتر ولا افوار 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 مع ال هتبع حرف ا يبقى انت افوار ليل لير مش من افعال ال 14 فضل اسم المفعول من كلمة لير لو لو انا افوار وتانيا عشان ده مع افوار مش مع اتر اهو يصل من افعال ال 14 لا تاخد اتر ولا افوار قال لك تاخد اتر يا عمد اوصل للدكتور يبقى من افعال ال 14 افتكرة تكس زهب يولد سيدة وخرج من منزله ووصل الى السيدة وصل يبقى من افعال ال 14 يبقى افعال مفعول من كلمة عرفية بحث في ال 14 وحط على اكس الجامعة المذكر ليه تبعية اتأكد جامعة المذكر بياخد تبعية اس خش على الجملة اللي جاي بوفو جاي من فعل اسمه بوار يشرب ابدأ باير امس ال يشرب ال 14 الدكتور مشرب امس امس افعال ال 14 امس امس ال 14 بوار بوار بو تبعية مع افوار امس امس ال 14 اشتر ال 14 امس امس المشتك تصريف قطر بين مي وكوشي تصريف قطر بين مي وكوشي صعدة يصعد من أفعال ال touching 14 من الدكتور صعدة من أفعال ال understood تأخذ قاتر مع القاتر. اسمه في علم المنتهي بحث في القاتر وحطه على واكسون دو دي بمنتهى السهولة. اهو جبتها. فضل اللي قال مؤنس ومع قاتر ياخد تبعية او. يبقى تبعية بتاعت المؤنس او. جمع المزكر اس. جمع المؤنس اس. كل ده مع فرب قاتر مع القاتر. نكمل. الفرب اللي جاي اسمه يوساف. اهو. هو الدكتور سافره ما صفرش. ما كانتش في القصة كلمة يسافري. يبقى عيير ال. يسافر مش من الافعال الاربعتاشر. يبقى تاخد اتر والافوار. تاخد افوار. افوار مع الان لح تبقى ا. اسمه من كلمة بحث في الان روحط على او اكسو. يلا نحط التبعية. قال لك استنى ما هو المؤنس بياخد تبعية بس افوار لا يأخذ. يبقى مش هحط تبعية. اكري يكتب. حبد ابيير. جاي من فعل اسمه اكرير. يكتب. دكتور كاتب حاجة لا. حبد ابيير. قال لا. اسم مفعول. قال لك قبل اسم مفعولي. هو اكرير من الفعال الاربعتاشر. لا يبقى ياخد اتر ولا افوار. يبقى ياخد افوار. احط حرف الا. واسم مفعول من كلمة اكرير اكرت. دور عليه. اكرير اكرت. يلا نحط التبعية. قال لك الال لتاخد تبعية او قال لك استنى. ده مع افوار لا تاخد تبعية. يلا نشوف الملحوظات اللي في الصفحة التانية ونحل عليها ونشرح برض الله. مصلى وسلم وبركة سيدنا محمد نكمل. اول ملاحظة عندنا قال لك ان افوار ببصير بياخد اتر وممكن ياخد افوار. اذا اخد اتري بمعنى هي مر. اذا اخد افوار يبقى اي معنى غير يمر هات مثال عشان افع. اما قولك هي تمر عند علي. هي بصي تقضي لصوري الصهرة. اريد ابدأ بكلمة اي اير امس. هي هي. لازم اقف. الفعل اسمه بصي من افعال الاربعتاشر ايوه. لو كان معناه يمر. يبقى هي تمر عند علي. يبقى تاخد اتر. هي تقضي الصهرة. يبقى بعنى غير يمر. يبقى تاخد افوار. اللي خد اتر ياخد تبعي. واللي خد افوار لا ياخد تبعي. اسمه فانون بصي بحزف الار وحط على او اكسو. هحطه برضو مع افوار. بحزف الار وحط على او اكسو. بس هي تمر خدت تبعية. عشان هي مؤنس. هنا انا متأخذ تبعي عشان مع فعل افوار. كلمة لو معناه يخرج تاخد اتر. لو معناه يخرج تاخد افوار. نشوفو. هي تخرج مع علي. هي تخرج لوليفر الكتاب. حبدأ بقى ايه? حبدأ بقى ايه? حبدأ بقى ايه? قلق. قلق. تخرج تاخد اتر. يبقى ايه? تخرج الكتاب تاخد افوار. يبقى اه? اسم مفعول من كلمة سورتير اللي بتنتهي بيقر بحزف الار. اهو. تبعية مع ايه? معنى تاخد اتر. خلاص احط تبعية هنا اقوه. معدرش احط تبعية هنا عشان مع افوار. يبقى اذا كان معناه يمر تاخد اتر. اي معنى غير يمر تاخد افوار. نفس القصة يخرج. تاخد اتر. يخرج. تاخد افوار. عند النفي اتم نفي فعل اتر او افوار بس. طب حت مساء. اما اقول لك جوسوي. قال لي انا ذهبت الى الاسكندرية. تعاني انفي. هتبقى جو. ني سوي. با. يبقى احطت فيرب اتر بين الني والبا. طب لو كان افوار برضه احطت فيرب افوار بين الني والبا. وقال لي زي ما هي. وكمل. طب لو كان افوار بزود امر ايه. طيب اعمل ايه. قال لك بص. هتبقى اما اقول لك مثال. مسلا جو. مي. سوي. كوشي. انا نمت. عايزة فيها. هتبقى جو. ني. مي. سوي. با. كوشي. انت نفيت ايه. نفيت كطعتين. مي و سوي. طب في الافعال العادية بتنفيه اما اتر اما افوار. وفي الموضع المركب بتاخد كطعتين. هنسيب موضوع الضمار الشخصي ده قدام شوية. في حالة الضمار الشخصي ده احنا قلناها. التبعية. اولا التبعية بتيجي مع افوار. بتيجي مع اتر. طب امتى اول حالة اذا كانت عيدة على الضمار الشخصي اللي بصرف ولا واسпер حتيت مثال. اما اقول منا. Woo منا اغبيت الى اكتباعي. اما اختيارات. ومنا انا رأيته ولا رأيتها هين غزب عني اخدتبعي أنا أريدك تشرحه لي أسلّا عشان أفهم. أما أقول لك أنا زرت علي أضع علي وضع علي وضع علي وضعه. الاثنين سيتحولوا الـ الابوستروف يبقى لو طفل مسكك في الشارع وقال لك الـ الابوستروف عيدة على مذكر المؤنس مش هتعرف ترد حتقول له يا اما مذكر يا اما مؤنس ونحن عندناش في الفرنساوي يا اما قال لك خلاص ندي المؤنس تمييزه يبقى الـ الابوستروف عيد على بنت تاخد تبعية غزبن عن أفوار يبقى الـ الابوستروف بتاخد تبعية O واذا كانت الـ OOS برضو على نفس الجملة وعنفس المثال تاخد تبعية S للمذكر و OOS لجمع المؤنس أما المفرد المذكر مخدش تبعية يبقى لو واحد قال لك الـ الابوستروف عيدة إليها هتبص هنا تلاقي فيه تبعية هتقول له عيدة على مفرد مؤنس يبقى الابوستروف عيدة على إليها هتبص هنا مرش هتلاقي فيه تبعية هتقول له عيدة على مفرد مؤنس يالنا نكمل اللهم صلى الله عليه وسلم وبركة سيدنا محمد نشوف من ضم عدوات الاستفام اللي بتاخد تبعية قال لك كل وكل وكل وكمبياندو كل الأولى بتاخد تبعية S والتانية بتاخد تبعية هو S وكل الثالثة بتاخد أو كمبياندو بتاخد S والس بشروط عشان أداة الاستفام تاخد تبعية أن تأتي أداة الاستفام في بداية السؤال ألا هتصبح بحرف جر أن تسأل على مفرد وليس فاعلهات لمسال أقول لك جي آفو أنا رأيت تروى في سلاس بنات حاوله كم من البنات رأيت حاول لكم بياندو في كم من البنات هذا أول شرط الشرط الأولاني إن أداة الاستفام جاد في بداية السؤال الشرط الثاني مفيش قبلها حرف جر الشرط الثالث إن أتسأل على ثلاث بنات مفعول به كده الثلاث شروط موجودين يبقى الجو تحول لتو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تبلو عكسنا تي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� عيد على الصديقات جمع مؤنس تأخذ تبعية O. نفس القصة الجو والتو. الجو لو عيد على مونة مثلا. مونة بتقول انا يبقى تأخذ تبعية O. عالي بيقول لمونة انتي يبقى التو عيد على مونة تأخذ تبعية O. يبقى الجو والتو حسب ما هي عيدة عليهم. يبقى اي كتب تأب غي. التبعية S لا تأتي مع اسم المفعول ينتهي بS. المفروض تأخذ لفاة 2S. لا يوجد S تركب على اس. يبقى ستأخذ S تانية لكي اللي جاءت في بداية السؤال. لا يوجد حرف جر. ستسأل على مفعول انت اي كتب عندك. ستقول لنا عندي كتب علمية مثلا. يبقى اخذ بغي الأولى نية. يبقى السؤال مع اسم المفعول من كلمة بروندر. يبقى تبغي. ايه لا هطلنا زيادة احنا هطلنا الملحوظة بس. ان التبعية S لا تأتي مع اسم المفعول ينتهي بS. ههل معاكم 10 جمل واسيب بقية الجمل واجب. بقول لك منذ ثلاثة ايام صارة عند الكوافير يبقى تمر. احنا قلنا ان الفيرب بصير لو معناه يمر ياخد اتر. لو اي معنى غير يمر ياخد افور. يبقى هنا تمر عند الكوافير تبصارة دي مؤنس. اخد اي بصير لاخيرها او على اكسون وتبعية او ا. اختي انجوليغو فستان جميل في حفلة امس. اختي انجوليغو فستان جميل في حفلة امس. ادي عفوار واسم المفعول اخد. ادي عالير لا تصلح. ادي متر مصدر لا تصلح. يبقى الماضي المركب تصريف فعل اتر او عفوار زاد اسم مفعول الله مصلى. السلام وبركة سنو محمد نكام. و عليكم التقالب بالإثارة اعجاز الث beslاء. اختي اعجاز كل استرش مغال الله مع الادارات benefited أمس سارة تسافر. يسافر من الأفعال الـ 14 افتكر. الدكتور تسافر لا يوجد كلمة يسافر في القصة. طالما ما سافرش يبقى تاخد أفوار. يبقى نعيس تصريف أفوار مع سارة يبقى حرف الأبس. شوفوا اللي جاي. جوليا بصي تقضي. لا جورني النهار في الناديا قضي. انت قلت بصي. لو معناه يمر تاخد أتر. أي معنى غير يمر تاخد أفوار. طب ما هنا معناه يقد يبقى حطناه أفوار. تصريف أفوار مع جولي. هاخد أ. كسك تو. فوز افي. فعل أفوار. أفوار لا يأخذ تبعية. إلا في الحالتين اللي احنا قلنا الناحية بتاعت الدوائر الشخصية ودوات الاستفاء. فوز افي بصي بصي على واكسون. اه. أنا واحدة في دول قالك التالت. ما خدناش تبعية ليه عشان ما أفوار. نشوفوا اللي جاي. ان لها ملحوظة. ان تأخذ تبعية مع أتر حسب ما قبلها. طب اللي قبلها جامع مذكر. ودي فارب أتر. يبا لازم أحط تبعية S. أدور على حاجة فيها O على أكسون و S على أكسون الأخير. أول أمس صارة برومونية تتنزه. في تبعية في كلمة برومونية. يبا حاجة من اتنين. يفعل من أفعال 14 يفعل زو ضمرين. عشان دول اللي بياخدوا قتر. واللي بياخد قتر ياخد تبعية. تبادل تبعية موجودة. يبا نختار بقية إما فعل من الأفعال 14. إما فعل زو ضمرين. تبرومونية ما كانش من الأفعال 14. يبا أنا مغمض فير بزو ضمرين أخد التانية. آخر جملة. وهنسيب الباقي واجب ونحلي في الفيديو لجائل الباقي بتاعه إن شاء الله حبل ما يخش على الضماير الشخصية. لسبورتير المشجعين يشجعون يشجع مش من الأفعال 14. تنعمه مش من الأفعال 14 يبا تأخد أفوار. تصريف أفوار مع المشجعين جمع بتساوي ضمير اللي يبا أخد قون الثالثة اللهم أصلا وسلم مبارك على سيدنا محمد. هنقف عند الجملة 11 في صفحة 30. كمل انت حل الضمائل الماضي المركب واحفظ التحويلات بتاعته كويس. ونحل عليه إن شاء الله في الفيديو اللي جاي إذا كان في العمر بقية وأستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.